السلام عليكم مرحبا من الجميع يوم ان شاء الله بحول الله ندره على موضوع جديد دائما يتعلق بالصحة المواطن ومسائل كيد داول هنا ندره على الماء لماذا يصبح الماء لماذا يصبح مضاق الماء حامضا لمجرد أن الماء عنصر طبيعي يعتقد الكثيرون أنه ليس له مدة صلاحية وأنه يبقى في جميع الظروف في حالة جيدة ولكن المياه في الحقيقة يمكن التفقد خصائصها ويتغير طعمها لأسباب عدة عددها موقع جينيال الإسباني في هذا التقرير قد يصبح طعم الماء حامضا يمكن أن يصبح طعم الماء حامضا إذا بقي في كوب طوال الليل وفي حين يعتقد الكثيرون أن الميكروبات هي السبب الرئيسي وراء ذلك ولكن ليس دائما في الحقيقة يمر الماء H2O أو H2O بعملية طبيعية تجعله يتفاعل مع تاني الأكسيد في الكربون CO2 الموجود في الهواء وينتج عن ذلك حامض الكربونيك C2 كوبا من الماء إلى جانبك لتشرب منه طوال اليوم وذلك تجنبا لغسله أو لمجرد إظهار أنه ملكك ولكن هذا الخطأ الشائع يجعل المياه التي تشربها عرض للجراتيم التي تحتاج إلى بيئة رطبة من أجل البقاء على قيد الحياة ومع أنها قد تختفي عند تنظيف أسنانينا إلا أنها تظل موجودة في الماء الذي نشربه القوارير التي يعاد استخدامها يمكن أن تكون خطيرة تستخدم في صناعة القوارير بلسكية الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام عناصر تحتوي على تاني فونيل A أو البس فونيل A وهو مركب سام يرتبط بسرطان التدي لذلك من المستحسن تجنب إعادة الاستخدام هذه القوارير وفي حالة الضرورة القصوى يمكن استخدامها مرة واحدة على أن يتم استهلاك كل كمية المياه الموضوعة فيها في اليوم ذاته في المقابل تعد الزجاجة المصنوعة من الفولاد المقاوم للصدأ القابلة لإعادة الاستخدام آمنة تماما وضع قوارير الماء في الأماكن دافئة تطلق القوارير البلاستيكية كمية صغيرة من المواد الكيمائية في الماء وإذا تعرضت للحرارة يمكن أن تتحلل المواد الكيمائية الموجودة في البلاستيك أكثر فأكثر وتلوت الماء ومع أن هذه المواد متناهية الصغر وقد تكون كمياتها محدودة إلا أنها يمكن أن تؤثر على الصحة على المدى الطويل يمكن تخزين الماء الصنبور لمدة قد تبلغ ستة أشهر عندما تكون مياه الصنبور صالحة للشرب يمكن تخزينها لمدة تصل إلى ستة أشهر ومع أن طعمها قد يتغير بمرور الوقت إلا أن استهلاكها يظل آمنا طالما تم تخزينها بشكل صحيح في الأوعية الزجاجية على سبيل المثال ولكن يجب أن تكون الحاوية محكمة للإغلاق تدوم صلاحية المياه معبئة لسلاوات عديدة يمكن للأوعية البلاستيكية أن تحمي الماء من الكائنات الحية الدقيقة والأوساخ والغبار لطالما أنها مغلقة بإحكام ومحفوظة في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس ورغم كل المشاكل التي تنطوي عن استخدام هذه المادة فإن معرفة كيف يتحفظها يمكن أن يجعل الماء فيها يبقى صالحا للسلاك لعدة سنوات تخزين الماء في حاويات زجاجية أو فلادية تحتوي القوارل البلاستيكية على البيس في نول المعروف أنه يسبب اضطرابا محتملا في الغدد الصماء ويمكن أن يعطل الوظائف الهيرمونية طبيعية وعلى الرغم من أن بعض العلامات تجاه